انا بقى عملت حصر بالاعمال لقيت بعد كده بقى انطلاقة بقى كبيرة يعني لقيت بعد كده بقى واضح ان ايه ولما فرجت اه ربنا كرامني طبعا يعني هي زي ما يعني نسيبك من حركة من الفكرة بتاعت الكم لكن في محطة عظيمة طبعا وهي بتاعت استاذنا الكبير عادل امام اه طبعا يعني دي كانت بالنسبة لي عبدالجليل في ناجي عطالة دي كان بالنسبة لي حاجة عبدالجليل اكثر من عبقرية يعني والشغل من استاذ عادل اظن لي برضو لي نكهة اخرى طبعا طبعا انا دايما بقول انه يعني ما تصدقش اي كلام يتقلك على اي حد من غير ما تعمله يعني شوف انا مجالي الورق بتاع استاذ عادل وتمامي يعني وكده فطبعا الناس تقول لي ودور اي كوميدي يقولت له ما ري تاب دا انت اخرب بيتك دا انت خلاص ليه يعمل حاجة لا ما انت دا تمام كده بازت 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 ليه ما جاء انت يا ابني يا حبيب افهم اصدو عادل امام ما هترمي حفظا للالقاب بسعيم جمهورية الضحك يعني وملك الصنعة يعني انه عادل امام انت هتشتغل معاه لا هتعرف تدحك ولا هتعرف تقول واساسا لو عرفت انت ركب هتخبط في بعضها ومش تقول حاجة دا الزعيم يعني الزعيم دحك بتكلم في ايه يعني دا مش بيحبوا بس التسعين مليون بتوعنا وقت ما كنا تسعين مليون دا انت بيحبوا المتين وسبعين مليون بني ادم اللي عايشين في الوطن العربي يعني فانت هتعمل ايه جنبه يعني استاذ عادل ربنا يديله الصحة ويبارك في عمره يا ربه ويحميه بجد بجد بدون مبالغة تبنى الخمس شباب اللي كانوا موجودين بما فيهم محمد امام الشهادة اللي ولولا وقفت استاذ عادل امام جنبنا مستحيل هذه الخمسة من الشباب المشاكسين الرائعين اللي عندهم فورة الشباب هيبقوا مع بعض كده من غير ما هيولعوا ببعض يعني بقى كده لكن الفكرة ان استاذ عادل استاذ رامي طبعا استاذ عادل احتوانا تعامل معنا كلنا على اننا ولاده اللي موجودين في اللوكيشن نضال تعالى يا ابني نقعد مع بعض ندردش نلعب طولة نعم مش عالف ايه محمد يا تعالى هنا تعالى نازم نتغدى استاذ عادل ما كانش يقعد في الكارفان بتاعه يعني كانوا يجبونه الكارفان اللي هو السبعين ستار وهو كارفاننا اللي احنا نقعد فيه يقعد معنا ما كانش يقعد في الكارفان الاحساس ده ما خلناش نحس بفكرة ان احنا بنعمل مسلسل وبنعمل بتاعه بنعمل اسرة اللي بنقوله في وسطنا هو اللي هنقوله قدام الكاميرا وكان بيديني انا بشكل شخصي مساحة من الاولى انا لأ نكرها ليه بصراحة وبشكره عليها جدا 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 اداني مساحات حلوة لدرجة ان انا فاكر انه لما كان بيتعيرت في 2012 المسلسل سفرت العشرة الاواخر قلت اعمل عمرة يعني كده فمش عايز اقول لحضرته الناس رد الفعل عامل ازاي لا انت فعلا كان درجة حالك وعالمسلسل بشكل كلي وعلى استاذ عادل وعلى العبد لله